بعتها بتقول إن هي تاريخ ملادها 25 ثلاثة وجوزها 28 خمسة وعايزة تعرف التوافق ما بينهم أوكي هي 25 ثلاثة هي حمل بس هي وقدها من الحوت شوية فالدنيا كانت الفترة فات مش لطيفة عندها بس بعد شهر ستة إن شاء الله الدنيا تثبت يعني نوست تانية من السنة أحلى عندها من الحوت الأولى في برج الحمل آه لإن هي حوت حمل حوت حمل أوكي هو كم؟ 28 خمسة 28 خمسة هو تور جوزاء برضو هو جوزاء بس ياخد من التور لا هم مفيش ملادهم هم توافق لإن هو في حتة وهي في حتة حتى هتحس إن هم عندهم وحدة آه يعني تحس إن هي تفكير ودماغ وهو حاجة تانية هي طفولية وبتحب الحياة واجتماعية وهو تحس إن هو أحد فيه رولز كده بس طب تعمل إيه يعني أصلا هم ممكن يبقوا متجاوزين أصلا متجاوزين طيب تحن المشكلة دي إزاي أتكمله بس هنحن المشكلة أقولك على حاجة ده بيبقى ساعات لازم الطرفين يبقى عندهم تنازل مش هقول للراجل لازم يتنازل أو الست لازم تتنازل لازم يبقى هما الاتنين عندهم إنية إن هما الاتنين حابين الحياة وعايزين يكمل مع بعض ويتنازل ودي ملهاش دعوه برج ملهاش دعوه برج يعني ممكن يبقى برج بتنازل أكتر من برج أو كده ولا دي ملهاش علاقة دي فكرة إن أنا بقى عايزة لأ خلينا نقوله عشان بس أبقى عناية شوية هي ممكن تكون الست بتتنازل أكتر يعني مش الست عمتا هي عشان مقدم للحوت